وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج محطات في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نتناول موضوع أيام التشريق أيام التشريق ما هي منزلتها ولماذا سميت بهذا الاسم وما هي الأعمال التي تكون فيها أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد عيد النحر ثلاثة أيام اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة واليوم الثالث عشر من ذي الحجة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم هي أيام التشريق لماذا سميت هذه الأيام أيام التشريق قيل لأن الناس كانوا يشرقون اللحم في القديم لم يكن هناك عند الناس أدوات لحفظ اللحوب كالثلاجات اليوم فيحتاجون في حفظها إلى تقديدها وتشريحها وتشريقها وتعريضها للشمس حتى تبقى مدة أطول وتحفظ بهذه الطريقة فكانوا يشرقون اللحم ويقددونه ويضعونه في أماكن حتى يجف ويكون صالحاً للاستخدام بعد مدة طويلة هذا هو السبب في تسميتها أيام التشريق لأنه كانت عندهم لحوم كثيرة في ذبائح ونحر هدي إلى آخره وضحايا وكانوا يشرقون اللحم ويقددونه وسميت لأجل ذلك أيام التشريق وقيل إن أيام التشريق سميت بذلك لأن الناس يصلون العيد بعد أن تشرق الشمس وقيل إنها سميت بذلك لأن الذبح ونحر لا يكون إلا بعد أن تشرق الشمس وعلى أي حال فإن يوم العيد على هذا الاعتبار هو من أيام التشريق سواء قيل السبب أنها سميت بذلك لأن الصلاة بعد أن تشرق الشمس صلاة العيد أو لأنه إنما يكون الذبح بعد شروق الشمس فيكون يوم العيد حتى يوم العيد من أيام التشريق لكن الإصطلاح المعروف أن أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم العيد هذه الأيام أيام مباركة أيام فاضلة أيام فضيلتها تأتي بعد فضيلة يوم النحر مباشرة ولهذا شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق يوم التشريق اليوم الحادي عشر هو يوم القر ثم يوم القر لأن الناس يستقرون فيه بميناء فلا يخرج أحد اليوم العيد واليوم الذي بعده يوم الحادي عشر لا أحد يخرج من منا فيستقرون في منا فسمي يوم القر ثم بعد ذلك يأتي بالفضيلة اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر الأول ثم اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني أي إذن عندنا يوم النحر يوم العيد ثم يوم القر اليوم الحادي عشر و يليه في الفضيلة ثم يليه في الفضيلة اليوم النفر الأول و يوم النفر الثاني هذه الأيام أيام التشريق قيل أنها هي الأيام المعدودات وهي أيام منها التي قال الله سبحانه و تعالى فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال الله سبحانه و تعالى فيها فاذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات هذه هي أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و لهذا جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فأيام التشريق على هذا هي الأيام المعدودات التي يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر بمنا في قبته بمنا ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج من تكبيرا عملا بقول الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام مطلق في كل وقت وقيل إنه مقيد بأدبار الصلوات فيشرع للإنسان أن يذكر الله عقب الصلوات الخمس الفرائض فيكثر من ذكر الله ومن التكبير عقب الصلوات الخمس وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعن ابن عباس وروي في هذا أيضا حديث ضعيف ولهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إنه يشرع التكبير عقب الصلوات المفروضات في أيام التشريق بداية من يوم النحر إلى نهاية أيام التشريق وأيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى المأمور به ذكر الله عند النحر فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره في ذلك قال واذكروا الله على ما رزقكم من بأهمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بأهمة الأنعام فهذا أيضا من ذكر الله فيذكر الله الذابح فيسمي الله ويكبر الله عند الذبح هذا أيضا من الذكر ومن الذكر أيضا أن يكثر الإنسان من ذكر الله وحمده عند الأكل فإذا أكل يذكر الله يسمي الله سبحانه وتعالى وإذا انتهى من الأكل ومن الشرب يحمد الله سبحانه وتعالى قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها ويذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ذكرا عاما وقد جاء في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث نبيشة الهدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أو في بعض الرواية وذكر الله تعالى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فهي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى وأيام أكل وشرب وقد قيل في سري كون هذه الأيام أيام أكل وشرب وتوسع على النفس أن الإنسان قبل هذه الأيام كان مشغولا ومنهمكا بطاعة الله وبالإحرام والأعمال الصالحة من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف والسعي وهذه الأعمال العظيمة فلما أتت هذه الأيام كانت هذه الأيام كالاستراحة والضيافة من الله سبحانه وتعالى لعباده فهي أيام أكل وشرب وانبساط في هذه الأيام وراحة وكأن الحجاج في هذه الأيام في ضيافة الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يجوز للحاج أن يصوم حتى أو غير الحاج أن يصوم في هذه الأيام أيام التشريق فلا يجوز لأحد صيام هذه الأيام لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله يعني لا يسوغ لأحد ويحرم على الإنسان أن يصوم هذه الأيام بل هو مأمور بالأكل والشرب ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالت رضي الله عنها لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فمن كان ليس معه هدي فهو مأمور بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لو صام منها أيام التشريق فلا حرج عليه أو صام قبل ذلك فلا حرج عليه لكن عموم المسلمين لا يجوز لهم أن يصوموا قالت رضي الله عنها لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وهذا دليل على أنه يحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق كما يحرم عليه أن يصوم يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فربط صلى الله عليه وآله وسلم الأكل والشرب والإنبساط الذي يفعله الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى فالإنسان حتى في حال الراحة والسعة والأكل والشرب والإنبساط والاستمتاع بما باهج الحياة ومتعها لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فهو مشروع في كل وقت خاصة في هذه الأوقات ولهذا جاء عن بعض السلف أنه يشرع الإكثار من ذكر الله ومن الدعاء في هذه الأيام خاصة الدعاء بقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر أن نذكره وأن ندعوه فاستنبط بعض أهل العلم من ذكر هذه الآية في هذا الموضع أنه يشرع للإنسان في أيام التشريق وفي آخر أوقات الحج أن يكثر من هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولهذا يشرع هذا الدعاء في ختام كل الأدعية وفي ختام كل الأعمال حتى الطائف في طوافه يشرع له أن يقول هذا الذكر وهذا الدعاء في نهاية طوافه من أعظم الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأعمال التي يعملها الحج أيضا في أيام التشريق المبيت بميناء هذه الليالي والمبيت بميناء هذه الليالي واجب من واجبات الحج في قول أكثر يا أهل العلم أنه واجب من واجبات الحج يجب على الحاج إذا كان يجل مكانا أن يبيت هذه الليالي ومن الواجبات أيضا الأعمال التي يعملها الإنسان في أيام التشريق رمي الجمار وهنا أيضا ينبغي للحاج أن يذكر الله عند رميه للجمار وهذا من مواطن ذكر الله سبحانه وتعالى فيذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر مع رميه ورمي الجمار والمبيت بيبينا من أعمال الحج التي سوف نعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل سعينا مقبولة وحجنا مبرورة وأن يعيد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين مغفورة ذنوبهم بإذن الله تعالى وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول سبحانه وتعالى وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة